موسيقى 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 مشاهدين الكرام بأينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برمجكم سناب شاتس لقطات الإبداع والمفاجئات وفي هذه الحلقة كالمعتاد نطالع وإياكم أبرز التقارير الواصلة إلينا منكم وآخر ما توصل له العلم في أبرز مجالاته وفيها نتابع وإياكم موسيقى في عالم التكنولوجيا شاحن لاسلكي يشحن خمسة أجهزة دفعة واحدة موسيقى مؤسسة متكاملة وفريدة ومشاركات من تريم إلى كل أسقاع الدول العربية في عالم الترفيه في النمسا مهرجون يدخلون البهجة على رحلة المهاجرين الكئيبة في فقرة هذه بلدة منطقة الباب بغي البوزير بساحل حضرموت منظر سياحي بتصميم هندي في الفقرة التفاعلية سنابشير أكبر حملة تطوعية لنظافة المدارس بيئة المكلة برعاية مؤسسة العون وتنفيذ مؤسسة متطوعون بالمكلة بمشاركة 21 فريقا تطوعيا وبإشراف السلطة المحلي في عالم الأفكار إبداعات جديدة لتقديم المشروبات الساخنة لضيوفك ماليكم ورحمة الله وبركاته وفي صوت المغتربين مجموعة من الأصوات من أرض المهجر نستمع إليها أهلا بكم من جديد إلى عالم التكنولوجيا شاحن لاسلكي يشحن خمسة أجهزة دفعة واحدة فقد تمكنت إحدى الشركات من تطوير شاحن يمكنه شحن خمسة أجهزة متطورة مثل الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول والحاسوب اللوحي التابلت وغيرها مرة واحدة أصبح شاحن الأجهزة الذكية بالطاقة حاجة وضرورة مستمرة خاصة أن بعض الأشخاص لا يمكنهم التخلي عن حمل تلك الأجهزة التي أصبحت تمثل جزءا بالغ الأهمية في الحياة اليومية ومن ثم أصبحت الشركات تتسابق لتقديم أفضل الشواحن التي يمكنها من تلبية حاجة المستخدم فأصبحنا نرى العديد من الخيارات آخرها هذا الشاحن المدهش الذي أطلقت عليه الشركة المنتجة اسم الشاحن المرن ويتميز هذا الشاحن بالعديد من الخصائص والمميزات حيث أنه لا يمد الأجهزة الذكية بالطاقة فقط بل يعمل على اتساع المدى الخاص بالواي فاي ويمكن أن يقوم الشاحن بتزويد الأجهزة بالطاقة لاسلكيا ومن ثم فهو سيكون مناسبا لهاتف السامسونج الجديد السيكس إلى فقرة من مكانك هذه الفقرة التي نخصصها للشخصيات الأستاذ صالح باضاوي تجربة العناية بممتلكات ومنتجات النحل مؤسسة رائدة في مدينة تريم له مشاركات واسهامات عديدة في مختلف الورش والمؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية وسوريا ومصر وليبيا بالنسبة لي أنا اسمي صالح سالم باضاوي عضو اتحاد النحلين العرب ومدير مؤسسة الأصيل العسل ومستزامة النحل في حضر موت نحن نشتغل في حضر موت ولكن لنا فروع في صنعة ولنا وقلة في الحديد وفي تعيز وفي مناطق أخرى كثيرة يعني فعملنا هو المركز الرئيسي هنا عندنا في تريم حقيقة الفكرة هذه جاءت أنا كنت موظف مع الدولة لان طبعا متقعد موظف مع الدولة فظروف المعيشية يعني هي اللي أجبرتنا أن أخش في هذا العمل طبعا أدور لقمة حلال ورزق حلال ولي مجموعة من الأصدقان حالين وكانوا عندهم مشاكل وشكاليات كثيرة يعانون منها فحاولت أن أدلي بسهمي معاهم وأحل مشاكلهم وأستطعت أن أتعامل معاهم بكثير ووفر لهم وطلباتهم ومسزماتهم وأحل كثير من مشاكلهم لأنه كانت عندهم مشكلة حتى في موضوع انهيار النحل فيه انهيار كبير كان في النحل لعدم وجود الأدوية والعلاجات والأغذية المناسبة للنهيك عن التربية الحديثة وتطوير النحل والآخر فهذا اللي دفعنا أكثر هو أنا أريد أحسن معيشتي وأنا كنت موظف راتبي ما يكفي فهذا اللي هو دفعنا لا قالوا لا أكثر يعني هم زي ما يقولوا القضاء يفقه يعني عندما تخش في حاجة أصلا بالتأكيد أنك توسعها وتطورها لأنه إذا ما تطورتها أنت ستنتهي مباشرة عامل التطوير هو عامل مهم جدا فعلى كل حال نحن بدأنا بداية بسيطة لكن ركزنا في البداية نحن على علاجات النحل لأنه كانت هي المشكلة الكبيرة أنه في كثير من النحل يموت وما فيش له علاجات ولا فيش له أغذية فركزنا أول مرة على العلاجات ثم بدأنا بالحاجات الأخرى ليهي مستلزمات النحل الآن نحن نشتغل في العلاجات والأغذية ونشتغل في أدوات تربية النحل أدوات فرز العسل ألبسة النحل بشكل عام الخلايا وشغلات الخلايا بشكل عام أيضا نوفر كل أدوات منتيات النحل للأسف أنه كثير من الناس يفهموا النحل هو عبارة عن عسل بس يعني فكثير من المنتجات منه حوالي خمسة منتيات النحل ليس العسل لحاله فهو ينتج البروبلس في حاجة يقول لها بروبلس سمغ النحل سمغ النحل هذا عبارة عن أقوى مضاد حيوي أقوى مضاد حيوي طبيعي موجود الآن دخل في تركيبات صناعية دوائية كثيرة أيضا حبوب اللقاح وأيضا بنفس الطريقة من منتيات النحل الشمع من منتيات النحل غذاء الملكات من منتيات النحل وبرضو نفس الطريقة سم النحل نحن الآن بدأنا ندخل تكنيك وأدوات انتهي سم النحل فكل هذه عبارة عن منتيات النحل المتكاملة نحن الآن نشتغل أول مرة على المسولين بشكل عام في كل محافظة ليمن نشتغل وزي ما قلت لكم في البداية أنه نحن لنا فرع رئيسي برضو أو فرع الوحيد هو في صنعة ولكن لنا وقلة في الحديدة وفي تعيز وفي إيب وفي عدن وإلى آخر يعني فمن خلال وقلانا نحن نوصل لهم المنتجاتهم الآن نحن نفكر أن نحن نفتح فرع في المهرة وفرع في سقطرة نحن منتجاتنا نصدرها لنا اتفاقات ووكالات مع جهات أخرى في مناطق أخرى مثلا في المملكة السعودية نحن لنا اتفاقيات مع جمعية الباحة بالعربية السعودية ونصدر لهم خلايا وكثير مستزمات النحل الموجودة عندنا وأيضا لنا اتفاقيات والتصدير إلى أعمان ونفس الطريقة إلى الصومال حقيقة نحن لما بدأنا في العمل صحيح أنه نحن نفكر أن نحن يتحسن وضعنا المادي نحن كمؤسسة نقيم عايد ربحي لنا لكن أيضا نحن نخدم الموضوع برضو من منظار وطني ومن منظار إنساني عن مشاركتنا وفعالياتنا نحن بحكم أو المرة عضويتنا في اتحاد الناحلين العرب نحن نشارك في كل مؤتمرات اتحاد الناحلين العرب طبعا شاركنا في المؤتمر الرابع لاتحاد الناحلين العرب في سوريا شاركنا في المؤتمر الخامس في ليبيا شاركنا في طرابلس شاركنا في المؤتمر السادس في المملكة السعودية شاركنا برضو في المؤتمر السابع في مصر في طنطا ونشارك سنويا في العربية السعودية في مهرجانات العسل في الباحة اللي تتبناها جمعية نحالين السعودية بالاشتراك مع كرسي بقشان في جامعة ملك سعود أعتقد أنه في لايح الاستراتيجي تطوير النحل في اليمن فهذه يجهد فيها كثير من الخبراء وكثير من المهندسين يريد أن يعمل بها وأيضا نحن نريد دعم الدولة في عملية حماية المراعي حتى الموجودة مشاهدين الكرام الآن نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم لبقية التقارير في هذه الحلقة من سناب شات تقطات الإبداع والمفاجر أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام لاستكمالي هذه الحلقة من برنامج سناب شات لقطات الإبداع والمفاجآت إلى عالم الترفيه في ممر كئيب تحت الأرض في محطة فيينا حيث يقبع عدد من المهاجرين بانطلال استئناف رحلاتهم تقتحم فرقة من المهرجين المكانة مثيرة ضحكات عالية في لحظات قليلة ينسى فيها العائدون من نزاعات بلدانهم رحلة الهجرة القاسية ويضع المهرجون أنوفا بلاستيكية حمراء ويرتدون سراويل عشوائية المقاسات ويحملون آلات الموسيقى متجولين بين اللاجئين الذين تبدو عليهم أولا ملامح الحذر ثم ينفجرون في الضحك صغارا وكبارا ويبدو أن المهرجين حققوا هدفهم مع المهاجرين القابعين تحت الأرض في محطة فيينا فقد احتشد حولهم عشرات الأطفال مع أهاليهم يصفقون ويصورون بهواتفهم هذا الاحتفال الضحك وتواجه النمسا أكبر تدفق للاجئين من حرب يوغسلافيا وتنشط مبادرات مدنية إضافة إلى جهود رسمية في مساعدة اللاجئين فقد وصل عدد طلبات اللجوء في النمسا بنهاية عام 2015 الماضي إلى 85 ألف أي ما يساوي 1% تماما من عدد السكان ولذا فإن النمسا من أكثر البلدان الأوروبية استقبالا للاجئين مقارنة مع عدد سكانها الآن إلى فقرة هذه بلدة تقرير عن منطقة الباغ بغيل باوزير بساحل حضر موت منظر سياحي فريد بتصميم هندي رائع الباق كلمة هندية وتعني البستان وهو يقع في الناحية الغربية من الغيل في حدود منطقة الكون وهو عبارة عن حديقة واسعة بها من الأشجار الكثير وفي وسطها بني قصران على الطراز الهندي وفي وسطها بركة ماء مسبح للسباحة وقد شيد هذه الحديقة سلطان عمر بن عوض القعيطي الذي تولى الحكم بعد وفاة أخيه غالب بن عوض القعيطي 1921 ميلادية حيث كلف وكيله سعيد بن قاسم بالإشراف على بنائها وكان السلطان القعيطي يتخذ هذا البستان كمنصيف له ولحرمه وحاشيته ويتردد من فترة لأخرى للتنزه أو الترفيه واستمر الحال إلى فترة طويلة يتوارثه الحكام ثم انتقل بعد ذلك لمؤسسة السياحة وفي عام 1994 للميلاد تعرض هذا البستان الجميل للنهب والسرقة من قبل المواطنين إثر الحرب التي حدثت في صيف ذلك العام كما قام ابن القاسم أيضا بزراعة المنطقة الواقعة أمام مدخل البستان من الناحية الجنوبية البحرية بأشجار النارجيل الميادع خارج سور الباق الآن إلى هذه الفقرة التفاعلية سناب شير ونحن دوما نستقبل تقاريركم والفعاليات التي تشاركون فيها من خلال هذه الفقرة أكبر حملة تطوعية لنظافة مدارس مدينة المكلة التي تأتي برعاية مؤسسة العون وتنفيذ مؤسسة مطوعون بالمكلة هذه الحملة التي شارك فيها 21 فريقا تطوعيا من مختلف مناطق وأرياف مدينة المكلة هذا التقرير الذي بعث به إلينا من مدينة المكلة عبدالله بالرعية نتابع هذا التقرير وهذه الفعالية تكاتفت الجهود الشبابية لإنجاح حملة نظافة مدارس عروس البحر العربي مدينة المكلة فبذلك الجهد الذي شارك فيه الجنسين الأولاد والبنات وأيضا شارك فيه الأطفال ليجسدوا بذلك فسيفساء رائعة ألوانها العلم والمعرفة والعمل التطوعي وروح الشباب فمنذ بداية الأزمة في عموم أرجاء اليمن تعطلت المدارس والجامعات والثانويات فباتت خاوية على عروشها فهبت عاصفة الأتربة والأكياس والأوساخ لتحتل تلك الدول التعليمية فجاءت حملة تنظيف المدارس بمدينة المكلة بإشراف من السلطة المحلية بحضر موت ومكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت وبرعاية كريمة من مؤسسة العون للتنمية وبتنفيذ المؤسسة الرائدة بالعمل التطوعي مؤسسة متطوعون بمشاركة 21 من الملتقيات والفرقة التطوعية بمديرية المكلة ليعود بذلك الأمل ويصطع نور المستقبل المشرق وتأتي هذه الحملة التي أمل بها ما يقارب 400 متطوع ومتطوعة بادروا لتنظيف 21 مدرسة وثانوية داخل المدينة وتجهيزها استعدادا للعام الدراسي 2015-2016 ندخل على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور وبروح الوراعين عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في البدل مستمتعين متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيدوا حتى نستفيد كتير البدل عادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير حسين بمعاناة عمال النظافة كيف هم يعانون وذالشي يعني يعطيك جانب إنساني أكثر والحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى يعطينا نحن القدرة والقوة نحن نسوي أعمال زي دي أولا أنا سعيد في مشاركة في هذه الحملة التي تقيمها مؤسسة متطوعون جزاه الله وخيرا وأدعو الشباب إلى أن يشاركوا في هذه الفعاليات الطيبة التي تنفع المجتمع أني تعلمت تعلم الفريق غيري أنهم يتعلمون الروح التعاون والتكاثف مع بعض وأنه على قولتهم يعني إذا واحدا ما تصفق لازم التعاون مع بعض وإنما تكون يداتنا مع بعض بنبد الجهد يعني نبد الجهد وننظف ونسعى برضو أننا نكون يعني خذنا الحمل عن الفراشات والنظافات مش كل مرة أنهم اللي نظفون وهم اللي هذا نموذج من النماذج الشبابية التي تكاتفت لخدمة مدارسها وخدمة روضها أي روض الأطفال وهم تجد الأطفال وتجد الكبار كلهم يشكلون لوحة جميلة لنظافة مدارسها وأيضا لتعود الحياة العلمية أو النور الساطع الذي يتمناه كل الشباب لتحظى حضر موت بالعلم والعلماء ندخل على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور وبروح الوراعين عقلب واحد أجمعين بذلك تكاتفت الجهود واستثمرت الطاقات الشبابية بالشكل الصحيح ليسطروا بذلك الحدث حكاية أمل جديد سيبدأ بالعلم والمعرفة فالاهتمام بالمدارس يعني الحفاظ على المستقبل ونظافة المدارس تعني نظافة عقول من فيها هكذا بدت المدارس جميلة كما كانت جميلة في السابق بعد ركود دام ما يقارب ستة أشهر هكذا بدت بجمالها نظيفة وهذا إن دل دل على نظافة عقول أهل اليمن وأهل حضر موت خاصة تحية لكل الشباب الذين بدلوا الجهود وتحية للراعية مؤسسة العون وأيضا لمؤسسة متطوعون التي دائما تحط الشباب على مثل هذه الأعمال الخيرة أولا شعور رائع أني أساعد في تنظيف حملات مدرستي تنظيف مدرستي رغم أني خرجت هذه السنة طبعا يعني بما أني ما رح أدرس فيها السنة الجاية لكن شعور يعني ولا أرواح أني نشارك في تنظيفات وحملات ثاني شي يكون كقدوة لباقي الطالبات أني نشارك رغم أني بكون خرجة وبنزل منها صح لكني بتمي وبواصل إن شاء الله معهم أني أكمل في الحملات طبعا هذا أول شيء مبادرة من الشباب مبادرة جيدة من تنظيف المدرسة تمام من فصول ومن بشكل عام مدرسة كامل ما قصر الشباب وما أجهرين عند الله سبحانه وتعالى قبل أي حافزة من أي شخص يعني ما ينتظرون من أي حافز من أي شخص أول شيء أجه الله سبحانه وتعالى شاء يرضى عنه طبعا هذه العمالة الخيرية لازم نحط عليها الشباب العمالة الطوعية في اجتمعنا وما شاء الله الشباب يعني هم رمز العمالة الطوعية والحملات زي هذه هذه هي الخلاصة الكاملة لحملة نظافة عروس البحر العربي مدينة المكلة فحفزوا أبناءكم على الالتحاق بالمدارس لننعم بحضارة نظيفة الذهن بنظافة مدارسك شكرا لك عبدالله بن رعية من مدينة المكلة الذي بعث إلينا بهذا التقرير نحن كذلك نستقبل تقاريركم التي ترسلون إلينا في هذه الفقرة من هذا البرنامج فاصل ونعود أهلا بكم مشاهدين الكرام وبعد هذا الفاصل الاستكمالي فقرأت هذه الحلقة من برنامج سناب شاتس لقطات الإبداع والمفاجآت المتنوعة الآن إلى عالم الأفكار الجديدة والابتكارات إبداعات جديدة لتقديم المشروبات الساخنة فكيف تقدم مشروبا ساخنا ومميزا لضيوفك نحتاج أولا إلى قطعة بلاستيك وقلم تخطيط ومشرة وكريمة مخفوقة وكاكاو أما طريقة التحضير فنقوم بتحضير قطعة البلاستيك ونرسم عليها الشكل المطلوب ثم نفرق الرسمة بواسطة المشرة نضع كمية من الكريمة المخفوقة على سطح المشروب هكذا نضع القطعة البلاستيكية فوق الرقوة وننثر الكاكاو أو أي مادة مرغوبة أخرى فوقها تستطيع كذلك استخدام هذه الطريقة لمفاجأة شخص عزيز عليك بكتابة إهداء إليه أو كتابة اسمه على سطح المشروب السعر إلى فقرة صوت المغتربين مجموعة من مغتربي حضر موت في المملكة العربية السعودية يبعثون بهذه الرسائل من أرض المهجر عبر برنامج سناب شات عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أبو بكر بن سالم بن عني الخطيب من مدينة تريم الغناء منطقة عيديد أو الخليف مقيم بالمملكة العربية السعودية لحوالي 29 سنة تقريبا ومقيم بمدينة الرياض العاصمة ونشكر قناة حضر موت على تحت لنا هذه الفرصة وشوقنا إلى الغناء تريم الله يعودنا حياة خير وعافية بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحسين عبدالله استقاق مقيم المملكة العربية السعودية من مدينة جدة مقيم مختلف منذ أكثر من 40 عاما في الدرس الثانوية العامة وحينا في المملكة والحمد لله والأولاد وأنا طبعا من مواليد سيون حضر موت وأولادي طبعا مجموين معي وحينا في المملكة والحمد لله وإن شاء الله نتمنى الآن إلى لقطة ختام هذه الحلقة في هذه اللقطة يظهر هذا الطفل هل هو أقوى طفل في العالم يستعرض هذه الإبداعات أم هو طفل مشاكس ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام بإمكانكم أنتم كذلك المشاركة معنا عبر العناوين التي تظهر تباعا على شاشتنا نحن بانقضار كل تقارير مشاهدين الكرام شكرا لطيبي متابعتكم الملتقة كالمعتاد يتجدد معكم في السبت القادم أسبوع جديد وسنكون مع حلقة جديدة من سناب شات لقطات الإبداع والمفاجآت دمتم بألف خير في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة